قال مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل عام الفيل قد تقدم ولد عليه الصلاة والسلام يخوانا مولد النبي صلى الله عليه وسلم ليس هناك نص لا من كتاب ولا من سنة ولا من عمل الصحابة ولا سلف الأمة ولا التابعين ولا الآئمة احتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الاحتفال جاءنا من أناس لا يعرف بالدين أصلا أرادوا إفساد الدين علينا هل احتفل النبي صلى الله عليه وسلم بمولده؟ هل احتفل الصحابة رضو الله عليه؟ لا الحب الحقيقي يترك هؤلاء ويرجعوا إلى البدعة والضلالة المحبة الحقيقية الصادقة في اتباع عليه الصلاة والسلام قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون يحببكم الله هذه المحبة الحقيقية نعم فماذا نصنع؟ نصوم الاثنين لماذا؟ يوم ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولا إشكال فيه هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما سئل عن صيامه من الاثنين يصح أننا نحتفل حتى لم يحدد اختلف العلماء في تحديد هذا اليوم واختلفوا فيه ثم لا يهم عندنا معرفة هذا اليوم نعم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم نعم لكنما المشهور ثاني عشره في يوم الاثنين طلوع فجره نعم ولد النبي عليه الصلاة والسلام في ربيع الأول